ما يجمع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالرئيس فؤاد سنيورا قضية وطن وشعب وتاريخ من النضال المشترك في الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله وحريته تاريخ في الدفاع عن مصالح لبنان ولبنانيين تاريخ قائم على إرث الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل ما يمثل لكن يبدو أن البعض يريد أن يتناسى هذا الأمر بالأمس طلعتنا محطة الأوتيفي في نشرتها المسائية بكلام تضمنته مقدمتها الإخبارية لا يمكن وصفه إلا بمحاولات تفرقة رخيصة هي من نسيج خيال من كتبها وهم يعرفون تماما أنها أضغاث أحلام فالذين يشرفون على سياسات المخطة العليا والسفلة جعلوها تتولى دورا لم تكن بحاجة إليه فؤاد السانيورة اليوم هو تيار المستقبل وهو الحزب والموقع وهو رئاسة الحكومة وهو الطائفة التي يمثلها إذا شئتم فؤاد السانيورة رمز لرجل الدولة التي دافع عن مصالحها ولم يبع هذه المصالح في سوق النخاس الإقليمي لقاء جوائز ترضية في هذا الموقع فؤاد السانيورة كان ولم يزل خط الدفاع عن حقوق الدولة وسيادتها وقرارها المستقل ولم يقدم حقوق الدولة هدايا مجانية للمحاور الأقليمية الذي يتطاول على فؤاد السانيورة يتطاول على الرئيس سعد الحريري وعلى كل ما يمثله السانيورة في تاريخ الحريرية السياسية أما الإبراء المستحيل فيمكنهم أن يبلوه ويشربوا المياه الآسنة التي نشأت عنه تقديم لحزب الله أوراق اعتماد جديدة للمعارك السياسية المقبلة هذا شأنكم أما شأن فؤاد السانيورة ومن معه فيبقى الدفاع عن مصالح الدولة وحماية لبنان من سياسات عشوائية لا وظيفة لها سوى طورية لبنان والدولة في معارك وهمية إذن تواصلوا أبواق حزب الله التحريضة على الرئيس فؤاد السانيورة وعلى مؤتمر السادر وتستمر معزوفة التخوين في وقت يحتاج البلد الموعود بورشة أعمارية وإنمائية يحتاج إلى التهدئة تقرير ربيع شنطف ترجمة نانسي قنقر